يا مسائل وردي يا مسائل ياسمين على احلى متابعين في الدنيا ومتابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة من بقى بيحب السردين وبيعشقوا زيي انا عايز اقول لكم باموت فيه بس طبعا الحاجة اللي انا عاملها على ايدي ما يعداش عليها هتخلل مع بعض النهاردة السردين بطريقة سهلة جدا وبسيطة ويطلع معاك زي العسل اول حاجة كده هنسمي باسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي على طول مع بعض الفيديو انا عندي هنا كده ونص كده من السردين شطفتهم كواس جدا كزا مرة وبعد كده صفتهم لمدة اربع خمس ساعات وتأكدت انه السردين عندي مفهوش مية خالص نهائي شان لو فيه مية هيبوز منك وصفيته وتأكدت كمان بمنديل زي ما شفنا ان عندي ما شاء الله السردين مفهوش اي مية خالص هنجيبها العربة بتاعتنا اللي احنا هنخلل فيها وكسين كده انا بحب اخلل في كياس وبعد كده يبقى في العلبة محكمة بيبقى احسن اني ما بيدخلوش اي هوا خالص ما يبص مني نهائي ومعايا هنا كده ملح كمية الملح انت اللي هتحدديها وكمان الشطة شطة حلوة كده حامية حبة شطة حلوين تلات اربع معالق كده على شوية آآ ملح برضو حلوين وهنشوف انت اللي بتحددي ازاي آآ الملح في ارضية كده الكيس عندي هبتدي آآ بالمعلقة كده وهضيف هعمل ارضية كده بالملح وبعد كده هضيف عليها السردين اهو ما تلاقيش خالص لو عندك الملح كتير لازم في التخليل يكون الملح اهو السردين بياخد كفايته من الملح والباقي بتسيبه تاني في الكيس ما تلاقيش خالص من الملح اللي انا ضيفها ده اهو طبقات كده من السردين وبعد كده هغلفها آآ بالملح والشطة لو انت اول مرة تشفي قناتي اشترك معي في القناة فعليه زر الجرس عشان يوصلك مينيو كل جديد واعملوا شير وقولوا لحبيبكم واصدقائكم كده على القناة اهو هضيف بقى كده بالمعلقة برضو ملح كده لغاية ما عندي آآ السردينة بتاعتي تتغلف تتغلف كده بالااااا بالملح اهو طبعا آآ واحدة جنب واحدة كده لغاية ما نخلص كل الكمية اللي معانا عايز اقول لكم صاحبتي هي اللي خليتني ان انا خلي السردينة وكتر ما احنا كنا بنجيبه ما كانش بيعجبنا وبنرميه فبصراحة آآ اول حاجة توفير حاجة انت عاملها بايدك آآ آآ غسلاها ومنظفاها وزي الفل معاك وعارفة مصدرها ايه وما شاء الله ما بياخدش معاك 15 يوم وابتاكل منه اهو سمكة جنب سمكة كده لغاية ما بتخلصي كل الكمية اللي معاك هتنسيش بقى الاشتراك كده واللايك الحلو منك وكومنت كمان يقولي ايه رأيك في آآ رأيك في الآآ في السردين خلصت كل الكمية اللي معاك اهي برضو منفوق خالص كده هنغلفها آآ بالملح والشطة احتاجت كمان معلقتين تلاتة كده من الملح هحتاج تاني اهو حسيت عندي السردين محتاج آآ ملح وشطة كده هجيب حبة ملح تاني كده زي ما بقولك انت اللي بتحددي كمية الملح آآ والشطة اللي معاك ومعايا بقى الشطة حامية جدا بس طبعا هتطعاملي جدا السردين وشريح من اللمون طبعا دي اختياري بس طبعا زي ما بقولك بدكلي بقى السردين كده بنفس عايزة اقولك 15 يوم بالضبط وافتح عليه بجد هتدعي شريح اللمون كده وبعد كده هضيف زيت على الوش كمية الزيت لغاية ما عندك تغطى خالص السردين تغطيه خالص بالزيت اهو هنمسك اول كيس كده ونقفله كويس جدا ونخرج منه الهواء وهنشوف بقى كمية الزيت بصوا عندي الزيت مغطي خالص السردين بصوا اهو 15 يوم بالضبط وتفتح عليه هيطلع معاك الزبدة بجد وتدعيلي وكمان الكيس الثاني ده تغطيه كويس جدا وبعد كده هغطي العلبة بتاعتي ويبقى معايا ما صلى الله لك وتألا بالله السردين نانسي نانسي معايا cousins ه هم ه هم ه ه ه